أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أهمية دفع سبل التعاون المشترك بين الجانب الفيتنامي والمنطقة الاقتصادية في عدة محاور من أهمها جذب استثمارات وخبرات فيتنامية لإقامة مشروعات صناعية في مجالات عدة مثل الصناعات عالية التقنية والصناعات المغذية والتكملية لصناعات السيارات جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية نجوين هويدونغ خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد فرلماني فيتنامي وأعرب جمال الدين عن تطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة أن المنطقة الاقتصادية لها مفاوضات ثنائية سابقة مع الجانب الفيتنامي في مجالات وقطعات متنوعة اشتركوا في القناة